موسيقى الآن أكل مؤخراً وإننا نسألنا عن المواضيع الذي تتعلق بالصحة خاصة بالشاي الأخضر فهي اليوم، نريد أن أعرض أكثر أشياء الجديدة عن الشاي الأخضر هناك معلومات وأبحاث تأكد أشياء جديدة ونتحدد أيضاً عن الفرق بينه ومن أنواع الشاي الثانية جهلا، هناك في عالم صحة وعالم الناس التي تت講ا أن تتحاول لخص من Player الصحятель، الشاي الأخضر هو الأشهر فعلاً يعني بريستيج شوي أعلى من أنواع الشاي الأخرى هل فعلاً الشاي الأخضر مفيد أو بساعد في تخفيف الوزن بشكل عام خلينا أحكي قبل ما ندخل في التفاصيل بزبط هل في عنا كتير أبحاث عن موضوع الشاي الأخضر وعلاقتها بتنزيل الوزن خاصة بموضوع نسبة الجهون هل في بحث عمل كتير كبير باليابان من الأبحاث الجديدة طلعت وطن أنه عمل على 50 ألف شخص يعني نسبة عينة كتير كبيرة وشافوا نسبة الأشخاص اللي عم بيتناولوا الشاي الأخضر وعلاقتها بنسبة الدهون وخفت كمان نسبة الكوليسترول وكانت تعطي نتائج إيجابية يعني فيه أبحاث قديمة أشارت لهذا الموضوع وهذا البحث الجديد أشار أنه فيه عندنا علاقة إيجابية ومنعرف إحنا باليابان وكوريا وهذه المناطق لأنه أكتر نوع شاي منتشر عندهم اللي هو الشاي الأخضر ففي الدراسة الكبيرة اللي عملت على 50 ألف شخص أعطت نتائج إيجابية وإدرت أنها تنزل يعني وجدوا أنه الأشخاص اللي بتناولوا كمية من الشاي الأخضر عم بنزل تقريبا 10% من نسبة الدهون الموجودة كمان فيه أثر إيجابي على موضوع الـ LDL كوليسترول للضار وهذا برجع لموضوع أنه فيه بالشاي الأخضر أو بالشاي بشكل عام هلما بنحكي عن أنواعهم وشو الفرق بناتهم لمادة الكاتيكن اللي هي من المواد المضادة للأكسدة الموجودة في الشاي الأخضر والموجودة في الشاي الأخضر أكثر من الشاي الأسود لأننا نحن لدينا تقريبا أربع أنواع من الشاي نعم، جميل جدا طيب ،فنا عن فوائد المباشرة للشاي وفي سؤال شق تاني من السؤال ربة ، كيفية شرب الشاي يعني شرط بدون سكر ممكن أن يكون خفيفا أو تقيل وكما مرة في اليوم هلها هويتم بتنسبة للشاي إحنا لدينا أربع أنواع من الشاي في عنا الشاي الأبيض فيه بالأسواق موجود منه بيجي بعده عنا الشاي الأخضر بعدين الأولونغ شاي الشاي بسامول أولونغ وبعدين عنا الشاي الأسود هلأ كلهم من نبتة الشاي نفسها من أوراق الشاي ولكن بيختلف الفوائد الغذائية ليش عم نحكي إنه مثلا الشاي الأخضر هل له فوائد تاني عن الشاي التاني الشاي الأبيض مثلا اللي بدا فيه اللي هي أوراق الشاي الأخضر قبل ما تنضج دغري بيستخدموها عشان يعملوا منها الشاي الأبيض نيجي للشاي الأخضر بتكون ناطجة شوي بتتعرض لشوية تصنيع بسيط وتشفيف بسيط بعدين بتدرج كل ما نتقلنا للشاي الأسود أكتر كل ما كان معرض للتصنيع أكتر والتشفيف أكتر وبالتالي للأكسدة وكل ما تعرض للأكسدة أكتر كل ما خسرنا إحنا من المواد المضادة للأكسدة اللي زي مادة المشهورة بالشاي اللي هي مادة الكاتيكنز فعشان هيك عنا الشاي الأخضر بتميز شوي عن الشاي الأسود وشاي الأخضر فيه أقل كمية كافيين مقارنة بالشاي الأسود يعني الشاي الأسود فيه ثلاث أضعاف مادة الكافيين الموجودة بالشاي الأخضر فإحنا كنا نحكي عن الفوائد هيثم فمنقدر نلخص الفوائد تقريباً للشاي الأخضر بأربع أشياء عنا أول إشي إنها بتقلل خطر الإصابة ببعض أنواع السرطانات وأكتر الأبحاث أشارت إنه الشاي الأخضر ممكن يكون إله علاقة في التقليل من بعض السرطانات زي سرطان الثدي نعم تمام وسرطان الفم تاني نوع من الإشي الحماية من أمراض القلب وهنا هذا ناتج عن مادة المواد المضادة الأكسدة وزي البحث اللي قلت لك يا هيثم قبل شوي إنه اللي نعمل بيه اليابان كان في عنا أثر إيجابي على الـ LDL اللي هو الكوليسترول للضار وعلى نسبة الدهون الموجودة بالبحث اللي عملوه بعد ما شافوا هدول الأشخاص اللي تناول الشاي الأخضر نعم كمان بعض الإيجابيات عنا مضاد للبكتيريا وعشان هيك في عنا علاقة ما بين الشاي الأخضر وبين صحة الفم لأنه بيقضي على بعض الأنواع البكتيريا منسميه أنتي مايكروبيل الموجودة بالفم وآخر شهرتين عنا علاقته كمان بخفض الدهون زي البحث اللي حكينا عنه هيثم قبل شوي نعم الأشخاص اللي بتناولوا الشاي الأخضر أو بيحبوا يعني عم نحكي عن كيفيته هل شرط إنه إحنا مشان نستفيدوا نكون بدون سكر ولا ما في أي فرق وكم مرة ممكن نشرب شاي أخضر في اليوم؟ بزرط وهل ممكن نستعيد عم نوعفها عن الشاي العادي يعني تناولوا مرتين تلاتة كلها اليوم؟ تمام هلأ إحنا اللي منخاف منه من الشاي شغلتين اللي هي موضوع الكافيين عشان هيك إحنا مننصح دائما قديم نقدر نشرب من هاي المشروبات بيعتمد على كمية الكافيين الموجودة فيها نعم إحنا الكافيين ما لازم ما يتعدى تلاتمائة ملي جرام كافيين باليوم للأشخاص العاديين وللحوامل ما يتعدى الميتين ملي جرام من الكافيين في اليوم نعم فعشان هيك الشاي الأخضر ما قدر نتناول منه أكتر من بعض المشروبات الثانية إحنا بشكل عام ما يتعدى من ثلاثة لخمسة من المشروبات المجتمعة عشان ما نتعدى كمية الكافيين نعم فإذا كانت من الشاي الأخضر يفضل إنه إحنا الشاي الأخضر ممكن توصل لثلاثة أو أربعة كحد أعلى إذا إحنا ما منشرب كما مشروبات عالية جدا بالكافيين نعم أما مقارنة بالشاي الأسود لأنه حكينا إنه كمية الكافيين بالشاي الأسود ثلاثة أضعاف الموجودة بالشاي الأخضر فهذا بيعطي شوية نقدر نحكي فوائد أو نقدر نحكي تفضيل لشاي الأخضر عن الشاي الأسود حلو طيب إذا حكينا عن المدار شاي الأخضر تحديداً إيش ممكن نذكر طيب هلا الشاي زي أنواع الشاي الثاني إذا كان أخضر أو إذا كان الأسود أو شاي الأولونج اللي حكينا عنه اللي هو لونه شوي بكون مختلف عن الأسود أفتح شوي صغيرة كلها بتعتمد على إنه بيأثر على امتصاص الحديد وهذا اللي إحنا منخاف منه من أنواع الشاي فإذا إحنا حكينا إنه الشخص ما بتناول كفايين كتير في اليوم ما بيأخذ قهوة كتير ما بيأخذ قهوة سادة كتير ما بيشرب مشروبات غازية كتير فبالتالي كمية الكفايين عنده قليلة فبالتالي إذا تناول أربع أكواب من الشاي الأخضر في اليوم هذا منحكي لحد الأعلى أو خمسة ما هيأثر عليه وما رح هيأثر على امتصاص الحديد وللأشخاص اللي عندهم فقر دم بشكل عام مننصح إذا كان شاي أخضر أو أي نوع شاي تاني يفضل نترك تقريبا فترة ساعة لساعتين عشان ما يأثر على امتصاص الحديد خاصة للأشخاص المعرضين لفقر الدم إذا كانوا سيدات أو إذا كانوا سيدات عندهم فترة عندهم نزيف كتير في الدم فهذا كتير مهم إنه إحنا ننتبه إنه ما عم بيتناولوا هالمشروبات مباشرة خاصة بعض الوجبات اللي فيها نسبة حديد عالية نعم شوفنا في الدراسة اليابانية تأثير الشاي الأخضر على نسبة الدهون هل هناك في تأثير على الوزن ربا بشكل عام إنه الأشخاص اللي حابين إنه ينزل وزنهم بيضا هلا هاي الجملة اللي دائما منحكيها إنه كتير دراسات أعطت نتائج إيجابية على موضوع إنه الشاي الأخضر ممكن يساعد في تنزيل الوزن ولكن ما منع تقدر نعتمد عليه كطريقة وحيدة كطريقة رجيم أنت بتقدر الدخله بما إنه فيه مواد مضادة الأكسدي بما إنه مادة الكاتيكنز حتى في عندنا عدة أنواع من مادة الكاتيكنز هاي اللي عم نحكي عنها اللي هي المادة المضادة الأكسدي فيه أنواع منها فهي الأنواع كلها من لقيها بالشاي الأبضد والشاي الأخضر بس ما من لقيها كلها بالشاي الأسود لأنه لما الأوراق الشاي الأسود تتفتفت وتتحمص لفترة كتير طويلة بتفقد كتير من هالمواد المفيدة فعشان هيك عم نحكي إنه بميزه عن بعض الأنواع التانية عشان نقدر ناخد هاي الفوائد نتبع حمية صحية نعم نتناول غزاء صحي فيه الخضار والفواكه وكل النصاح الغزائية اللي احنا بنحكيها وممكن يكون هالشاي إضافة لها النظام الغزائي المتكامل وليس الاعتماد زي ما كنا نحكي عنها الصبح أنا وياك على الموضوع إنه نحنا بناخد الأشياء شوي صحية زيادة فوق وزباتنا العادية أو بنتناولها زيادة فوق المشروبات العادية اللي بنتناولها على أساس أنه هي بتنحف فيه لا الموضوع إنه نختصر فيها هي نفسها طيب إذا بدأ إياه واحدة روح لو سمحتني بنجمل يعني فوائد ومضار الشاي الأخضر وطريقة تناوله يعني المثلة تمام إذن إحنا هون بلخص تقريبا المعلومات كل إشي باعتدال هو أكيد أفضل للصحة قلنا الفوائد قلنا الفوائد للقلب حتى لبعض الدراسات أشارت لمرضى السكري في خفض السكر في الدم مفيدة لمضادة للبكتيريا ومضادة للالتهابات ومفيدة للحماية من بعض أنواع السرطان زيادة تناول الشاي الأخضر عن الحد المسموح ما نتحدى إحنا الأربع على خمسة إذا ما بنشرب مشروبات تانية بتحتوي على كفايين ممكن يؤدي للأرق التوتر عدم التركيز وكمان ممكن يأثر على امتصاص اللي هو معدن الحديد من المعادن الكتير مهمة وننتبه كمان أنه حتى الأطفال لأنه في كتير أهالي بيحاولوا يعطوا أو بيشربوا أطفالهم أنواع الشاي المختلفة ما نعطيهم الشاي خاصة لأنه من مرحلة نمو لامتصاص الحديد والكالسيوم هذا سيضرها نعم في النهاية لو سمحت سؤال بس أخير روبا بفرق كيف درجة كثافة الشاي يعني كل مكان أغمى الشاي أو أخف بفرق؟ يؤثر كل مكان أغمى كل مكان مادة الكافيين أعلى ومادة التانينز أعلى اللي بتقلل من امتصاص الحديد خاصة الحديد الموجود في المصادر الغير حيوانية النباتية فهذا اللي بنا ننتبه ليله بس اتمتعوا بالشاي ليله فوائد ولكن كل شي باعتدان أكد هو الأفضل نعم شكرا كثير رياض وبيعاتك ألت حاسي شكرا إليك أهلا